قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن مشروعة الصرف الصحي مكلفة للغاية ولا توجد دولة بالعالم تمتلك منظومة صرف صحي كاملة بداية من الولايات المتحدة وحتى أفقر الدولة في العالم وأكد شعراوي خلال مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر أن حركة المحافظين علمها عند الله قائلا نحن نؤدي عملنا أمام الله وقياداتنا لخدمة الشعب المصري مؤكدا على أنه هناك لجنة لاختيار رؤساء المدن والقرى وهي لجنة القيادات تم ضم ستة محافظين إليها وبالتالي لن تكون هناك أي نوع من المجاملات في اختيارات القيادات أستاذ عبد المعطي برجع لحضرتك مرة أخرى يمكن تصريح لافت للنظر لا أعلم كيف تقرأ هذا التصريح هذه نقطة في ظل التحديات والملفات ربما المتراكمة وحالة الترقب التي تتحدث ربما عن حركة المحافظين شوفي بصراحة هناك تفاوت كبير ما بين أداء السلطة المركزية في القاهرة ما بين أداء مؤسسة الرئاسة الحكومة مؤسسات الدولة وبين أداء المحليات في المحافظات وفي المناطق البعيدة عن العاصمة والمدر الكبرى هناك اختلاف في درجة الاهتمام الدولة لم تقصر من جانبها تشايف الوزير بيتكلم عن منظومة الصرف الصحي يعني آخر اللقاء لي مع المسؤولين عن هذا الأمر في الشركة القومية للصرف الصحي ومياه الشرب تكلموا عن أنه تم تعميم 37% حتى الآن من القرى بخدمات الصرف الصحي ودي خدمات مكلفة جدا جدا للغاية وكنا بدئين من 4 سنين بس كان عندنا 11% فاحنا بنتكلم عن الدولة لم تقصر في توفير التمويل في مشروعات كبيرة مشروعات طرق ومشروعات بنية أساسية في كل المجالات مشروعات بنية إنتاجية في العديد من المحافظات اللي بتتميز ببعض الصناعات زي ما تكلمنا الاهتمام بالمناطق الريفية ولكن في مقابل ذلك أداء المحافظين متفاوت في محافظين بالفعل أداءهم ملحوظ وبيستجيبوا لتطلعات المواطنين وبيتواصلوا معهم ومحافظين أقل في هذا الأمر نحن لا نتطلع فقط إلى تغيير أو تعديلات في بعض المحافظين نتطلع إلى قدر أكبر من اللامركزية في أداء الحقيقة السلطة المحلية عايزين قانون المحليات يطلع عايزين انتخابات المحليات تطلع ويبقوا الشعب شركاء مع السلطات المحلية في إنجاز المشروعات وفي حل المشكلات المحلية إلى آخره صحيح محتاجين بالفعل أو منتظرين الناس متطلعين إلى تعديلات في بعض المحافظات ولكن أكثر من ذلك نحتاج إلى تعديل في القوانين والتشريعات لمنح سلطات لا مركزية في أداء الخدمات بالنسبة للمحافظات والمحلية ترجمة نانسي قنقر